بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة The Developer المطور نقدم لكم اليوم الدرس السادس عشر من دور التعلم HTML5 في هذا الدرس سنكمل موضوع الكاتجوري الرئيسي اللي هو الابي آيز الموجودة في الـ HTML5 التي نعمل عليها بالتعاون مع الجافا سكريبت الابي آيز هي عبارة عن أكواد جاهزة تقوم بمهام محددة هذه المهام نستطيع أن نستخدمها في أي مكان في موقعنا أو في تطبيقنا بمجرد أن نستخدم هذه الابي آيز الجاهزة عبر الجافا سكريبت كل ما علينا هو فهم الجافا سكريبت كيف تعمل هذا الكود كيف يعمل حتى نتعلم معه مباشرة الابي آيز دائما تكون عبارة عن دوال وفنكشن مختصرة ولكن هذه الدوال وفنكشن معرفة داخل الجافا سكريبت أن تقوم بأعمال موسعة أكثر وتقوم بأعمال كثيرة لن نتطرق لها ولسنا مضطرين لنتعلمها كل ما نحتاجه إذا تكلمنا في عقلية الابي آيز كل ما نحتاج أن نعرفه ما هي الأداء وما هي الدالة سنستخدمها الآن هذه الصفحة صفحة الهتماعي العادية هنا عندنا براغراف هنا عندنا مستطيل وهنا عندنا شعار انا الآن نستطيع أن أمسك الشعار هذا وأضعه في هذا المستطيل ما يسمى بـ drug and drop وهو الابي آي الذي سنأخذه اليوم drug and drop بداية فلنفكر كيف نستطيع أن نعمل البرمجة المثلة هذه الصفحة بكل بساطة HTML هو مكتوب HTML هنا براغراف كما قلت هنا ريكتانجل قد يكون ديفيجن وهنا اميج فلنذهب إلى الكود البرمجي الذي سنعمل عليه بداية طبعا الكود البرمجي هنا سيكون في عندنا الهيد وكذا هناك style سنشرحه لاحقا والسكريبت وهو الابي آي وسنشرحه لاحقا فلنبدأ بالبادي بادي باراغراف دراج ديفلوبر لوجو في المستطيل انتو ذا ركتانجل ثم عملنا ديفيجن هذا الديفيجن أعطناها اي ديف وان وقلنا له خاصية الان دروب انه يقوم بعمل دروب ويستخدم الاداء ويستخدم الاداء ويستخدم الاداء ويستخدم الاداء وان دراج اوفر فسيكون اللاو دروب ايضا لنفس الاداء وهنا اغلقنا الديفيجن وهنا اغلقنا هذا الديفيجن هاي الديفيجن الذي سنضع به الصورة وعرفنا الامج التي هي الامج التي هي اللوغو قناتنا وقلنا لها وسميناها طبعاً وضعتها في نفس الفولدر TheDeveloper.jpg إلى آخره وسميت وعطوها ID اسمه drug طبعاً الID هنا والID هنا أنت تسميه أي اسم تحتاج أي تريده قلت له أنها قابلة للسحب والإفلات وعطيته width وhigh حسب يناسب حجم الصورة الأصلية التي عندي توقع بعض الحالات ذهبنا للسطايل وضعنا له وضعنا له width وقلنا له مثلاً width سيكون 350 بيكسل الأفضل أن يكون قريب من حجم الصورة أجضاً يكون قريب من حجم الصورة أكبر طبعاً قليلاً أفضل هذه الأخرين ننصقها بشكل كما تعودنا width height bedding border border 1 بيكسل solid وحددنا لون border هذا بالنسبة للسطايل الجديد اليوم هو الموضوع script script بكل بساطة هو تعريف function اثنين ثلاث function هذه function allow drop drag drop هذه functions تستدعى مباشرة من division ومن image مباشرة on drop ما هي action التي ستقوم عند on drop action هي drop التي سنأخذها من هنا وهنا طبعاً نسمعها if اختصار ل event الحدث الحدث طيب ما هو الحدث allow drop هناك function اسمه allow drop أي اسمح له بأن يكون هناك اسقاط في مكاني هذه function كل ما ستستدعى كل ما ستستدعى ستقوم بالعودة الى default ستقوم بالعودة الى default ال event الذي يحصل سيعود الى default أي يكون مسموح لك drop في هذه المنطقة الفنكشن هي drug event data transfer set data أي تكست هنا ثم أقول له أنه target ما هو target الاد target الاد هو هذا الاد وهو division أي أن عندما أطلب عندما سأطلب الفنكشن هو drug events هذا فسيكون الداة ضع الداة هذا طبعاً تكست يعني أصلاً أعدل التكست كما وجد وضع في هذه الداة وضع في set data أين ستكون ستكون في target الاد الذي هو division الآن drop أي وضع الصورة أين سيكون أضغط الصورة؟ سيكون أنا عندي event وأيضاً أعده للدفولت يعني ليش؟ حتى أنا عندما أقوم بالدراج يعدني للدفولت أريد أن أعمل drop يعدني للدفولت حتى أكون دائماً أنا على الدفولت أعمل فأعرف هنا متغير أسميه data وأضع بي قيمة transfer get data ثم أضع في target أضع في هذا target document get element by ID وهو data وهو هذا واضحة جداً يعني أنا الآن هذا الـ data وهو data transfer get data هذا الـ event وضعته أن سيكون في نفس document الأعمالية ستكون بنفس document واستدعي الدالة المعرفة في JavaScript هي target bending child بكل بساطة هذا الكود فقط تنسخه وتلسقه وتغير أنت شكل طبعاً كل كود كامل ستأخذه وتغير عنوان صورتك كذا وتستطيع أن تجرب أداة الـ drug and drop أداة جميلة سهلة جداً هذه الأداة تستطيع أن تستخدمها JavaScript تستطيع أن تضعها في موقعك لتكون كميزة إلى آخره بالنسبة للموقع W3 School تكلم عنها بنفس الطريقة هذه هي مثلاً وضعها هنا ثم سحبها إلى هنا إلى آخره هذه هي موضوع الـ drug and drop يدعم جميع البراوزرز حالياً هذا هو الكود الخاص بموضوع الـ drug and drop وأنت بإمكانك طبعاً يشرح لك هنا ما قلنا أنك أن تستطيع أن تجعل أي elements قابل لأن يكون يؤخذ ويعني drug and drop أوكي فنوضعه هنا true وهذا موضوع طلب الـ event يشرح وإطبعاً يشرح الكود المرة أخرى الذي شرحناه هذا هو بكل بساطة الـ API الخاص بـ drug and drop هذا كل شيء لهذا اليوم شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً شكراً